موسيقى السابع صباحا بتوقيت الجزائر أهلا بكم مشاهدين إلى تفاصيل النشاطية الصباحية بداية حمل مجلس والوزراء المنعقد أول أمس قرارات صارمة وقراءات بين الأسطر تعكس غضب السيد الرئيس الجمهورية إذا الأرقام التقريبية والوتيرة الطويلة في معالجة العديد من الملفات والقرارات التي تحدث الاختلال والارتباك في يوميات المواطنين ومشاريع المتعاملين الاقتصاديين قراءة في مخرجات مجلس الوزراء مع أحمد خير الدين من أجل جزائر منفتحة على العالم وليس بلدا منغلقا على نفسه ومن أجل جزائر ذات هيبة المواطن فيها خط أحمر ورفاهيته أولوية الأولويات أن الأوان ليستل سيف الحجاج على كل متقاعس يهدف من خلال ما يقوم به إلى إعاقة طريق النمو الذي تعرفه البلاد ويسعى إلى إطالة عمر الورم الخبيث المعروف باسم البيروقراطية ولأن الجزائر الجديدة مختلفة جذريا عما سبق يظهر جليا أن وقت الإجراءات الصارمة والعلاجات الفعالة قد حان فرئيس الجمهورية غير راض على معالجة الحكومة للعديد من الملفات بسبب الآجال الطويلة والأرقام غير الدقيقة والقرارات التي أضحت سببا في الاختلال والارتباك على يوميات المواطنين والمتعاملين الاقتصاديين وهو ما أثار حفيظة السيد الرئيس رئيس الجمهورية الذي استطاع أن يحدث التغيير بالجزائر في ظرف ثلاث سنوات رغم بعض الأمور غير المتوقعة لم يأمر بهدم بنايات غير قانونية بل بأخذ الإجراءات اللازمة كي لا يتكرر ذلك مستقبلا فالتحرك كان يجب أن يكون قبليا وليس بعد إنجاز البناية والإقامة فيها وكما تعهد السيد الرئيس بوضع حد لفوضى الاستراد وتضخيم الفواتير وتطهير القطاع سمحت عملية تطهير ملف المستوردين عن الكشف وحذف عدد معتبر معني بهذه الظاهرة حيث وصل الرقم إلى أربعة عشر ألفا وست وتسعين مقابل ثلاثة وأربعين ألف مستورد في وقت سابق تفنن في تهريب العملة الصعبة بملايير الدولارات ولأن القاسي والداني يشهد بأن جزائر ألفين وعشرين مختلفة جدريا وتسير على السكة الصحيحة بقيادة رئيس كسب تقدير جميع فئة المجتمع ويسير وفق قناعاته القوية والتزاماته الأربعة والخمسين ورغبات شعب انتخبه في الثاني عشر من ديسمبر عام الفين وتسعة عشر ويطمح للمستقبل بعيدا عن الممارسة القديمة ولا مجال فيها للظلم أو التسلط أو الحمائية ولأن القول مقرون دائما بالفعل تبقى الرغبة الوحيدة للسيد الرئيس أن يجعل الجزائريين فخورين وسعداء في كنف جزائر قوية تساير التطورات الحاصلة في العالم ورغم بعض العرقيل وبفضل إصرار السيد رئيس الجمهورية وتأكداته في كل مرة على رضع التجاوزات ومحاولات المضاربة لإحداث الندرة ورفع الأسعار بقوة القانون يستحسن المواطن اليوم الوفرة التي جاء ليعززها قرار تكثيف أنظمة الإنذار والرقابة لضمان التموين بمختلف المواد الأساسية وضبط أسعارها تحسبا لشهر رمضان مختلف المواد الأساسية إنتاجها تضاعف أسابيع قليلة قبل حلول شهر رمضان الكريم مما جعلها متوفرة في الأسواق الفول 8000 فراكرها مليح 8000 مليح شيت الزرودية ب5000 مليح حاجة كل خير موجود والله موجود يعني الزيت موجود الدقيق موجود الطماطم السكر ولأن المساس بحاجية المواطن الضرورية خط أحمر إجراءات عديدة اتخذت للقضاء على الندرة المفتعلة وقطع الطريق أمام من يسعى لزعزعة الاستقرار الاجتماعي فالهدف الرئيس ضمان التموين يومياً نفتصال دائماً مع مديرية التجارة بش يبلغون على أماكن الأحياء الشعبية اللي يكون فيها ناقص الحليب خصوا شاحنات روح للمنتق هذه بش يغطيوا النقص اللي يكون نراه في الميدان سميد روح موجود ولو فراكينا 280 قنطار سميد صافي لنزعها الموزعين موزعي الجملة نحن نتبعهم باش ما تكونش مضاربة ما يكونش إشكال صخرت مديرية التجارة 73 فرقة اللي لح تقوم بملاقبة التموين وكذلك احترام الأسعاد نحن بطمانين بلين نعقب رمضان هذا ما شاء الله رجل مريرا ووق معنا استراتيجية الدولة في القضاء على مختلف أشكال المضاربة والاحتكار يضع مصلحة المواطن في أعلى هرم الأولويات والمكاسب المحققة في مختلف أوجه التنمية جاءت بفضل تلاحم الشعب مع جيشه فكانت العروة الوثقة التي وقفت سدا منيعا أمام كل المؤامرات والدسائس التي كانت تحاك لضرب الهوية الوطنية رابطة وثيقة تقف عند أبعادها نجوجتي إنه الوطن الذي يلغي كل حدود التضحية وإنه الجيش الوطني الشعبي التنادي الجزائر ليقف شقيقا أكبر جنبا إلى جنب مع شعبه وهذا هو المواطن المخلص المدرك لتضحيات الرجال يكتب التاريخ أن دماء الجيش والشعب امتزجت وهي تدافع باستماتة عن نموذ الحياة والأرواح التي أرادت قتلها أياد الإجرام الهمجية في أوقات وثقتها الصور والمواقف وترويها دماء الشهداء علاقة تضحية ووفاء هكذا أصبحت رابطة جيش أمة كعضد واحد منذ وقت التحرير مرورا بكل الظروف والمحن إلى البناء والتشهيد لم تكن هذه العلاقة يوما كيانا جامدا بل أصبحت وثاقا إنسانيا تضامنيا وتكامليا وواجبا طبيعيا ومستمرا من الحرائق والزلازل وأزمات كورونا صنع صمود الرجال بصدورهم وقلوبهم وعقولهم لحظات لا تنسى كانت فيها التضحية باسم الوطن سموا وشووخا وهمة وكان فيها الاعتراف والوقوف في كل مرة إجلالا من الشعب إلى كل أفراد الجيش هكذا هم يرابطون على حواف البرد والصقيعة في جوف الليل وآناء النهار في المنحدرات والمرتفعات ليفتحوا الطرقات ويعبدوا الممرات ويغرسوا الحياة بعفوية الطيبين وأصالة الجزائريين وقد عبرت طرحيات أفراد الجيش ولن ينصفها العد على مدى عقود وعقوص أنهم الحسن المدع للوطن جنبا إلى جنب مع المواطن داخل الوطن ومن على الحدود هو ذا المصدر الوثيق لهذه الرابطة التي لا تختزلها كل المفاهيم ولن ينان منها كيد الكائدين علاقة أبدية أولدت من رحم الوطنية تشجيعا على الإنتاج الجيد وتسويق العلامة الجزائرية المنافسة لاكتساب حصص جديدة في الأسواق الخارجية بمعايير عالمية تحصلت شركة سيفيتال أغوانديسخية المتخصصة في الصناعات الغذائية على الجائزة الجزائرية للجودة لسنة 2022 من بين 25 شركة مشاركة الجائزة في طبعتها السادسة أشرف على تسليمها أمس وزير الصناعة أحمد زغدار بالمركزي الدولي للمؤتمرات تاويسل الجوابي انفتحوا الاقتصاد الوطني على الأسواق العالمية عنوان خارطة الطريقة التي رسم معالمها التوجه الاقتصادي الجديد للدولة من خلال تثمين المنتوج الوطني وجعله أكثر تنافسية تحياتي الخالصة لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون لجعل الجزائر في مصاف الدول الرائدة اقتصاديا وإرادته في تشجيع التمييز في مختلف المجالات تحسين جودة المنتوج باتباع معايير التقييس الاعتماد وتقييم المطابقة هي شروط توفرت في فرع الصناعات الغذائية أغرو أندستري التابع لمجمع السيفيتال والذي حاز على الجائزة الجزائرية للجودة لسنة 2022 في طبعتها السادسة عشرة سعداء جدا لنيلي مجمع السيفيتال للجائزة الجزائرية للجودة للصناعات الغذائية وممتنون لهذه اللفتة التشجيعية اليوم كان فيها مواصفة دولية المحهد يرافق في المؤسسات الجزائرية لوضع هذا النظام على مستوى المؤسسات لهم منتوج الجزائري منتوج ذو جودة عالية والحمد لله اليوم ما يوجد من طلبيات على المستوى الإفريقي أو المستوى الدولي من منتوجاتنا هو دلالة أن المنتوج الجزائري صبح ينافس المنتوجات العالمية وكذلك حتى المستهلك الجزائري الذي رجع للاستهلاك الوطني المحلي فيما عادت الجائزة التشجيعية لشركة حبوب القنطرة التابعي لمجمع أغروديف ومنحت لجنة والتحكيم شهادة اعتراف لشركة سوديا للتطوير الفلاحي التابعي لمجمع حسناوي ولأن الجودة أساس ترقية الاقتصاد الوطني كسبت سوق الجلود في الجزائر رهانة تغطية المتطلبات المحلية والتوجه نحو التصدير ولمرافقة المنتجين في تطوير شعبة شرف وزير التجارة كامرزيق رفقة مستشار رئيسي الجمهورية المكلف بشؤون اقتصادية بمقر الوكالة الجزائرية لترقية الصادرات الجيكس على فعالية الأبواب المفتوحة على الجلود الجزائرية في تعاون الجزائرية الأردني تم أمس التوقيع على خارطة طريق للفترة 2023-2025 لتعزيز تعاون الاقتصادي بين البلدين حمو أجنة ترقية للمبادلات التجارية ورفعا لحجم الاستثمارات البينية الجزائرية الأردنية جاءت خارطة الطريق لتفعيل اتفاقيات التعاون والتجارة والاستثمار المبرمة ولبعث إنشاط مجلس رجال الأعمال فضلا عن تبادل المعلومات حول فرص الاستثمار والتجارة الخارجية في البلدين كما اتفق الطرفان على مواصلة تنفيذ وتسريع مشاريع التعاون والعمل في المجالات الذات الأولوية أحققنا جزء كبير من توجيهات القيادة في البلدين أذكر منها إعادة فتح خط الطيران لشركة الملكية الأردنية اعتبار من التاسع من الشهر القادم إن شاء الله سيكون هناك رحلتين أسبوعيا وأيضا سيتبحها بعد فترة وجيزة فتح برحلتين أخرى من الخطوط الجزائرية أيضا هناك كان زيارة لمعالي وزير العمل يوسف شرفة إلى المملكة الأردنية الهاشمية تم التوافق على خمس تخصصات لمعالجة المرضى الجزائريين وكذلك سوف ندخل الأسواق معا مع المملكة الهاشمية وأن تكون هناك استثمارات في مجالات متنوعة إن شاء الله ومن أبرز آليات التعاون الثنائي التحذير لأشغال الدورة التاسعة للجنة المشتركة المقرر عقدها في عمان جوان المقبل والاتفاق على برمجة معرض خاص بالمنتجات الجزائرية في الأردن خلال السنة الجارية دوليا وفي فلسطين المحتلة يواصل الأسرى الفلسطينيون عصيانهم المدني ضد تعصف السجان الإسرائيلي وسط مظاهرات شعبية مساندة تزامنا وحبلة الاعتقالات اليومية التي ينتهجها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني مرسل تلفزيون الجزائري من غزة ويسام أبو زيد يقودونهم من منازلهم مكبلين الأيدي مشهد بات أكثر وحشية ويتكرر يوميا باعتقال عشرات الشباني والأطفال الفلسطينيين في كافة أنحاء الضفة الغربية والقدس لثني الفلسطينيين عن مواصلة النضال ضد الاحتلال الإسرائيلي تزاد عمليات الاعتقال بشكل يومي وبأعداد كبيرة وهذا تأكيد على جرائم هذا الاحتلال من أجل ضغط وكبح أبناء شعبنا في محاولة لوقف التصدي الذي يمرسه الشعب الفلسطيني اتجاه ما يفعله من مقاومة باسلة في الضفة الغربية وفي القدس وفي كل أماكن تواجد الشعب الفلسطيني الاعتقالات الواسعة والزج في السجون تتزامن مع وقفات شعبية فلسطينية أمام مقر الصليب الأحمر الدولي وهيئات أممية إسنادا للمعتقلين الذين يخوضون عصيانا على السجان الإسرائيلي رفضا لكل الإجراءات التعصفية هناك عقبات إجرائية قانوني عدام الأسرة السحب الجنسية من الأسرة القدس والداخل أيضا هناك إغلاق مخابز البيتة وأيضا تقليص ساعات الحمام والمياه الساخنة لدى الأسرة الفلسطينيين الأسرة لم ولن يسكتوا ولن يبقوا مكتفي الأيدي أمام هذه الهجمة وأمام هذا الإجراء الصهيوني الذي يحاول الاحتراء الصهيوني والتضييق والخناق على أسران الأبطال فالفلسطينيون يعتبرون أنفسهم في معركة وطنية شاملة من أجل الأسرة والمصرة تنذر بانفجار الأوضاع لمواجهة حكومة صهيونية عنصرية تزداد في عهدها الانتهاكات اليومية نحن لن نقف مكتفي الأيدي إذا ما يحصل بداخل هذه السجون ويوم الجمعة القادمة ستكون إن شاء الله يوم غضب شامل في كل فلسطين ستخرج الجماهير إلى مناطق التماس حتى تعبن عن غضبها واستنكارها وإسنادها للأسير الفلسطيني في سجون الاحتلال فالفلسطينيون موحدون داخل وخارج السجون الاحتلال الإسرائيلي لوقف كل الانتهاكات الإسرائيلية والتي لن تنال من عزيمتهم قيد أنملة لإيمانهم بقضيتهم العادلة وسام أبو زي التلفزيون الجزائري فلسطين أعود إلى أخبار الوطن حيث افتتحت أمس بمركز الدراسات الأندلسية في تلمسان فعالية الاحتفال باليوم العالمي للغة الأم وأسبوع اللغات الإفريقية بحضور عدد كبير من الفاعلين الثقافيين والأكاديميين تحت إشراف المحافظة السامية للغة الأمازيغية سوفيان مغرين بمشاركة عدد من الجماعيات الثقافية المهتمة بالتراث الأمازيغي المادي واللمدي انطلقت بتلمسان فعالية إحياء اليوم العالمي للغة الأم وأسبوع اللغات الإفريقية والذي تشرف على تنظيمه المحافظة السامية للغة الأمازيغية بالتنسيق مع السلطات الولائية قار الأمل تعمل على إحياء اللغة الأم الأمازيغية وكذلك اللغة العربية هي تؤامتين متكاملتين طبعا لغة الأم لا تختلف عن لغة الرموز التي نجدها في الزربية أو في كل ما تنتجه المرأة الحرفية الجالسة ووراء منسجها وهذا يزيدها فخرا الشلحة هذه نحن ما قرناهاش نحن ما كناهاش وما نقلناهاش وما نقلناهاش نحن هرش ابن أبو سعيد جادت معنا ورث اشدودنا علموها الوالدنا والدنا علموها لنا التظاهرة تشمل أيضا عقد ملتقا علمي بعنوان الأمازيغية في ظل مقاومات الأمة والأمن الهويتي والسلامة الترابية والوحدة الوطنية بمشاركة عدد من الأساتذة والباحثين مما يعكس الاهتمام البالغ الذي توليه الدولة لترقية اللغة الوطنية الدولة تسخر آليات وإمكانيات لترقية اللغة الأمازيغية وخاصة مع المكسب الكبير الدستور نوفمبر 2020 أحسم نهائيا وفصل في مكانة اللغة الأمازيغية في العمل المؤسساتي في الحق للبحث في الجامعة وفي قطع التربية إلى آخره في أعالي جبال ابن سنوس بيري في تليمسان نظمت بهذه المناسبة أيضا ورشاة تكوينية لفائدة أطفال المدارس في ميدان الكتابة والتصوير وكل ذلك من أجل ترقية الأمازيغية في مختلف الميادين التربوية ختام نشطي الصباحية شكرا لكم على المتابعة لقاكم في موجز التاسع بحول الله هلاللقاء اشتركوا في القناة